قبل ما نبدأ الفيديو ياريت تشاركنا ياريت تعمل لايك ياريت تشارك ياريت تعمل اشتراك في القناة وتدوس على زر الجرس والمتابعة ياريت ياريت لو سمحتو جزاكم الله خيرا عشان نتشوف بعض كتير بإذن الله ونبقى لايف مع بعض لان انا ما عندش مشتركين كتير يلا معكم شريف من الالمانيا بسم الله الرحمن الرحيم السلام علكم ورحمة الله وبركاته انا مش عايزة ما كنتش عايزة اطلع بصراحة انا متعصب يعني احنا شفنا المباراة كلنا واء يعني حال استثنائية اتفرج على المباراة للنادي ده محبش هتفرج عليه للأسف اشي بهتفرجت يعني تعصبت من اول دائتين تلاتة الفولات كلها للزمالك ما فيش فاول الاتحاد الودة عمار حمدي بينضرب ما فيش أي طرد ولا حاجة طردين في الشوط الأولاني البنة قدم أوراق اعتماده في بكابورت الفار ياريتم يلغوا بقى حكم الساحة ويخلوا فار لشوية أولاد كده ما عندهمش أي فكر خالص ولا عندهم تصريح ولا ولا أي حاجة للتحكيم النظام فاشل النظام فاسد من أجل كيان بينهو على منظومة بينهو على مستقبل جيل أولاد حتى انت شفت دوري 99 غير دلوقتي ما نعرفش هيتلعب للماتش الفصل ولا لأ مجاهد في سبيل الزمالك بيعمل حاجة ما يكون واخد كده أوردر انهو ينهي على آخر حاجة في كرة القدم ما فيش جمهير في الأستاذ ما فيش جمهير في الملاعب كله كله بيخدم كيان بعينه كيان عليها ديون مطوب الأرض للفيفا للكاف لمدربين أجانب مصريين للعيبة للاتحاد الكرة لا عادي جدا ما فيش أي حاجة احنا شوفنا الكاف وهو بينزر الفرق المغربية والجزائرية ده بيلعب عادي جدا وبيلعب وجوه المصد الأخضر برضو ظلم جوه الملعب ظلم ظلم جامد جدا ما فيش منافسة ما فيش لعب فير ما فيش أي حاجة خالص لا الجن التاني جه ما فيش أي حاجة ما فيش فار صفر ويلعب احنا ينشفوا دمنا عشان يحسبوا هدف نجيب ست جوان عشان يحسبوا ثلاثة أو يحسبوا أربعة أو يحسبوا اتنين لا الموضوع مكشوف جدا يا إدارة الأهلي ما فيش أي احتجاج رسمي ما فيش أي من أي نادي زي ما يكون فيه تعليمات ما فيش نادي فيك يا مصر يعمل احتجاج الموضوع مترتب مطبخ بس كان مطبخ من سنة واثنين والأهلي إن شاء الله العاد اللي هو في الآخر بيكسب إن شاء الله يعمل اللي تعملوه يا بليلة الدوري في الجزيرة إنما أنا كنت لازم أطلع أقول لأ على كل التمانين تسعين مليون أهلاوي يقولوا فقط حسبوا والله ونعمل وكيل في هذه المنظومة إذا كانت فعلا بتحارب الحق وبتحارب الأندية التانية زي نادي زي الإسماعيل اللي تخصم منه ثلاث نقاط نادي زي الكيان البليلة وده لا ما فيش نقاط تتخصل ما الجوابات تتقطع تتحط في الدرج لا ده يلعب عادي جدا ما فيش أي حاجة خالص ده نادي جماهير إيه وبتاع إيه وزفت إيه ده كيان أصلا محطوط غلط في الدولة مع ذلك إحنا أنا ما بغلطش في الجماهير على فاكرة الجماهير على عينه على راسي الجماهير المصرية زي زيها إحنا مش بناء في حد ولا بنعرف في منظومة أو كيان أو مبنى أي مبنى داخل جمهوريتنا الحبيبة ومصرينا الحبيبة ده كيان مصري إنما القائمين عليه لو فسده نكشفهم سواء حكم أو رئيس الاتحاد أحادي أو أبو ريبا اللي هو شغال في كل حاجة في كل حاجة بيعمل كل حاجة في سبيل هذا الكيان توظف في أي مصلحة لأي نادي مصري توظف أي حاجة لمصلحة المنتخب المصري المنتخب مفيش مش عارفين حسام البدري فين شوق غريب يلا أخذ المؤمورية بتاعته وكوش على الإرشنات ومشي كل حاجة ماشي يا باشا طموحات نقاي وإذا حنا تعادلنا مع مش عارف مين تعادلنا مع إسبانيا ولا مش عارفه ولا كسبنا إيه ولا خسرنا إيه لعبنا مباراة حالي قدام برازيل والوقت محمد الشناو اللي شال 12 هدف في المباراة واحدة عادي بيلعب للنادي الأهلي مين للنادي الأهلي ده عادي جدا مفيش أي حاجة خالص يعني منظومة فشلة منظومة ضيعة كل حاجة مفيش حكم مصري إن إحنا نقول عليه ضيعةكم في كاس العالم مفيش خلاص اللغة وكل حاجة عصر يا أبو تريكا وحسن شحاتا ومن يام جوزيه مشي الكرة المصرية في النازل يعني زي ما يكون بالعاثة كده أو حاجة مقصودة بيعملوها حاجة حرام عليكم الاتحاد طبعا لعب يعني تحت ضغط خايفين من أنظرات خايفين من طارد أحنا مش بندفع الاتحاد أنا ليه اعتب على جماهير الأهلي والإعلام بعض الإعلام الأهلاوي ما كناش لازم نضغط جامد يا جماعة ما تضغطوش على أي فرقة بتلعب المنافس سيبهم اللي عايز يتعادل يتعادل اللي عايز يفوز يفوز اللي عايز يتغلب يتغلب إحنا لنا ست مباريات بـ 18 نقطة نكسبهم خدنا الدوري ما كسبناهمش عملنا اللي علينا ومعروف أن الباطل شغال إحنا كده كده لنا 21 نقطة أصلا موجود موجودة في جبنة الحكام خدوهم قدوا للمنافس 15-16 أكتر نادي في العالم في الدوري بتاعه خد ضربات جزاء أكتر نادي في العالم ما فيش وأقل لنادي تاني أقل لنادي فيك يا مصر واخد ضربات جزاء النادي الأهلي والعكس صحيح مع الفار الفار بيلغي للأهلي ويحسب وينام على الزمالك فاحنا مناش اللي فرقاتنا بس مناش دعوة بقى وادي ديجلة تعمل مع الزمالك ولا والبنك الأهلي ولا ما فيش خلاص كده الزمالك ضمن تقريبا الخمس مباريات ما فيش اللي سراميكا وسراميكا يعني ها هيلعبوا شغط وبعدين ينخوا الشغط التاني الله أعلم مناش دعوة احنا كده العملية بانت خالص بالزوء بالعافية الزمالك هيفوز المهاردة كانت مورة مصيرية للاتحاد ومع ذلك الاتحاد المصري ما عندوش يام مرحميني ما عندوش فهو العملية كده الحجة محمد مصرح ما شهي قدر يعمل حاجة ولا هي قدر يدي محتاجة ويدي محتاجة يعمل ايه الجواب هيتحط في الدرج ولا يتنسي فعموما يا بليلة اعملوا تعملوا الدورة ان شاء الله في الجزيرة بإذن الله دعاموا الفرقة دعاموا الفرقة دعاموا الفرقة بس احنا ندعم فرقتنا واخدين بالكم انما الباطل وما نغلطش في حد انما الباطل لازم نفضحه الغلط لازم نفضحه لان دي منظومة فشلة منظومة فاسدة منظومة لازم تتحاكم محتاجين وزارة رياضة تعمل تسود فيها العدالة اللي عندها كلها سواسية من اسوان للقاهرة الاسكندرية من الاهلي الاسوان للأسيوت للإسماعيلية للسويس الاسكندرية يبقى فيه عدالة مش مارك الشباب يقفل عشان مش ملاقي خمس تلاف جنيه يدفع ايجار المكان او الارض في حين ان نادب يندفع له مئة مليون احنا شوفنا النهاردة لعيبة المقصة بتقدم بتقدم خلاص احتجاج وعضايا ضد المقصة العيال بيروحوا بيتهم بالأوتوبيس بيستلفهم بعض فلوس فلوس تاكسيات في حين ان فيه نادب ياخد متين متين مليون وفلوس مقدم من الأعلى للإعلام عشان يدفع للاعبة 20 مليون والتاني 15 مليون ده ايه اللي بيحصل ده ده ايه اللي بيحصل ده ده نظام فاش النظام فاسد النظام الكاروي اللي انا اقصده ولازم لازم اقناشد المؤسسات بتاع الدولة انها تحاسب الناس دول تحاسبهم ده فلوس دولة مش ممكن يبقى صندوق تاح الزمالك في حاج غلط في حاج غلط ماشية فلازم ده دي تتفضح يا اما تبقى الكورة الكورة ده عشان الواحد بيرفع نفسه بيتفرق بيتفرق نقول جود لك يا زمالك انت اكسبت بعرقك بمجهودك مش بحاكم مش بربطه وتهديد وإرهاب لعبة الخصم عشان الزمالك يفوز زي التمثيلة اللي اتعاملت امبارح في المباراة الودية واللي اول مبارح بتاعت الزمالك الحكم حسب ضربة جزاء لا ده شيكبالا قالوا لا دي مش ضربة جزاء يا حكم لا 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 احنا ما نرداش بالنظوم لا لا ده ضربة جزاء انا صفرت خلاص يا شيكبالا خلاص يا اوباما شوتها برا عشان المزيعة تطلع تقولك شيف المتاعي شيف الادب شيف الاخلاق احنا مش بنرضى على نفسنا الحرام زي ما يكون فيه حرامي عامل يعني الحرامي دايما او النصاب او البلطاجي شوف بيصرف ملايين قد ايه عشان يداري على خبته ويا ما شفنا الحاجات زي كده يعني حاجة مفضوحة احنا عايشين في العصر واحد وعشرين عصر الانترنت والناس كلها شايفة والتمسيليات بقت بايخة فاحنا احنا مع الاهلي ان شاء الله يا جماعة وبإذن الله الدوري في الجزيرة بإذن الله ومش عايزة طاولة كتر من كده انا كنت بس عايز اباحبح انما مصر اهم لازم حال الكرة المصرية يتحسن عشان خطر مصر عشان لازم نبني حكام مش نضيعهم نبني كرة نبني جيل ده اهم حاجة مصر 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 ثم الاهلي والزمال كل فرقة التانية يلا السلام عليكم الدوري بتاعنا الدوري راح الدوري راح الدوري راح اه 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 اه